اهلا وسهلا بكم عزيزي طالبات وطالبات الصف السادس الابتدائي بنقدم لكم مادة الرياضيات تحت اشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم تعالوا نستكبل الموضوعات بتاعة الوحدة الرابعة اللي هي بعنوان الاحصاء والاحتمال تعالوا نشوف النهاردة هنتناول موضوع شيء جدا اسمه التجربة العشوائية التجربة العشوائية تعالوا نعرف يعني ايه يقصد بالتجربة العشوائية تعالوا نشوف بعض الامثلة التي توضح لنا او تخلينا نفهم اكتر الموضوع ده لانه له تكملة فتعالوا اولا كده نعرف يعني ايه التجربة العشوائية التجربة العشوائية هي تجربة يمكن معرفة جميع نتائجها الممكنة قبل اجراءها يعني احنا هنعمل تجربة حضرتك هتبقى عارف ايه النواتج اللي ممكن تحصل قبل ما نعمل التجربة دي ولكن خد بالك بقى من الحتة اللي جاية دي لا يمكن تحديد الناتج الذي سيحدث فعلا الا بعد اجراءه يعني احنا عارفين بعد ما ابتدي اعمل التجربة ممكن ايه اللي يظهر ممكن ايه اللي يحصل بس ما تقدرش تحددلي تقولي ده ده اللي هيحصل والحاجة التانية دي لأ مش هتيجي او مش هتظهر لا احنا دي تجربة ممكن نحدد او ممكن نقول ايه النواتج اللي ممكن تحصل فيها قبل اجراءها قبل ما نعمل التجربة دي بس ما نقدرش نحدد نقول ده واحد ده اللي هيحصل والتنين دي مش هتنفع او اتنين دي اللي هتظهر بس تلاتة لا مش هتظهر يبقى انت تجربة التجربة العشوية دي هي تجربة يمكن معرفة جميع نتائجها الممكنة قبل اجراءها قبل ما تعمل التجربة تماما قبل ما تاخد اجراءات وخطوات اجراء التجربة انت عارف النواتج كلها اللي ممكن تظهر او ممكن تحصل بس ما تقدرش تحددلي الناتج اللي هيحصل تحديد تام الا لما تجري التجربة دي ساعتها عمليا بقى تقدر تقولي ده ظهر كذا او حصل كذا في التجربة دي طيب تعالى نشوف بعض الامثلة للتجارب العشوائية ونشوف النواتج الممكنة بتاعتها خد بالك ده الكلام ده قبل ما نجري التجربة طيب تعالى ناخد مثال كده بنقول القاء قطعة من النقود مرة واحدة كلنا كده وإحنا قاعدين نجيب قطعة نقود معدنية جنيه مثلا وتبتدي تلقي قطعة النقود دي سيب الجنيه ده ارفعه الفوق كده وسيبه يقع طيب يا تارى قبل ما نشوف كده قبل ما نجري التجربة ممكن يظهر ايه عند القاء قطعة نقود مرة واحدة برافو ممكن تظهر يعني الجنيه يقع كده على الناحية اللي فيها الصورة وممكن يقع على الناحية اللي فيها الكتابة صورة وكتابة احنا هنختصر كلمة صورة لصد وكلمة كتابة لكاف يبقى دلوقتي ممكن حضرتك تقولي جميع النواتج الممكنة اه قبل ما نجري التجربة فعلا ممكن يظهر صورة او يظهر كتابة طب احنا عرفنا لما نلقي قطعة النقود هتقع على ناحية الصورة ولا الكتابة لا ما نقدرش نحدد احنا عرفنا كل النواتج اللي ممكن تحصل انما ما قدرناش نعرف هي هتترمي ناحية الصورة او هتظهر الصورة لما نلقي قطعة النقود ولا هتظهر الكتابة خلي بالك احنا بنتكلم على قطعة نقود يعني حاجة استندر يعني مش مغيرين فيها حاجة يعني ما تقوليش جبنا قطعة نقود وخلينا النحيتين صورة فهترميها لو من هنا الاستنى اللي جاية هتظهر صورة مش هتظهر كتابة لا احنا بنتكلم على حاجة يعني ايه مثالية قطعة نقود عادية ناحية فيها صورة وناحية فيها كتابة ما تدخلناش احنا او غيرنا اي حاجة فيها طب تعالي ناخد مثال تاني الموضوع يبقى ايه اوضح القاء حجر نيرد مرة واحدة ايه حجر النيرد ده حجر النيرد ده اللي انت حضر لك بتستخدمه وانت بتلعب الالعاب اللي في البيت اللي زي السلم والتعبان زي الطاولة زي الليدو اللي هو عبارة عن مكعب متماسل كل الاوجه بتاعته قد بعض وكل وجه عليه مجموعة من النقط بتمثل رقم يعني الوجه ده علي نقطة يبقى ده واحد الوجه التاني ده علي تلات نقط يبقى دي رقم 3 وهكذا يبقى احنا التجربة بتاعتنا ايه التجربة العشوائية بتاعتنا القاء حجر نيرد مرة واحدة هنلقي حجر النيرد مرة واحدة ومشاهدة عدد نقاط الوجه العلوي هنبص على الوجه العلوي اللي فوق نشوف عدد النقط اللي فيه قد ايه طب قبل ما تجري التجربة ممكن تقولي ايه هي النواتج اللي ممكن تظهر طبعا ايه النواتج اللي ممكن تظهر ممكن نلقي حجر النيرد فيوقف عند واحد يظهر واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة طب ممكن يظهر سبعة لا طبعا ليه لان حجر النيرد مفهوش واجه فيه سبع نقاط يبقى النواتج الممكنة كلها هي من واحد الى ستة طب احنا عارفين ايه اللي هيظهر فيهم لا طب نقدر نحدد اللي هيظهر فيهم قبل ما نجري التجربة لا يبقى احنا عارفنا جميع النواتج الممكنة بس علشان تقول لي مين اللي ظهر لازم تقوم باجراء التجربة دي وتمسك حجر النيرد وترميه وتقول لي ده ظهر تلاتة ده ظهر خمسة ده ظهر واحد وهكذا طب تعالى ناخد مثال كمان احنا بنقطر في الامثل عشان تفهم يعني ايه التجربة العشوائية طيب بنقول ايه في المثال بتاعنا اللي جاي بنقول سحبت كرة من صندوق به سلاس كرات متمثلة حمراء وصفراء وخضراء انت عندك صندوق الصندوق فيه تلات كور متمثلة يعني ايه تلات كور متمثلة يعني ما فيش كرة اكبر من التانية عشان لما تخط ايه دك جوة الصندوق ما تمسكش الكورة الكبيرة وتسيب الصغيرة لا ده التلاتة اضباع بس التلاتة ليهم الوان مختلفة واحدة لونها احمر واصفر واغدر حضرتك هتمدي ايه دك جوة الصندوق وانت طبعا مش شايف او مش بصص جوة الصندوق او مغمي عينيك وتمدي دك جوة الصندوق وتطلع لي كورة يا تارا انت مغمد عينيك انت عارف الكورة اللي هتطلع هتكون ايه بالتحديد الاجابة لا بس ممكن تقول لي ايه النواتج اللي ممكن تحصل ايه النواتج اللي ممكن تحصل الكورة يا اما هتكون لونها احمر او اصفر او اغدر طيب هتطلع احمر امتى او هتطلع اصفر او ما نعرفش إلا لو أجرت التجربة فعلا بقى عمليا ومديت إلى الجوة السندوق وقلت لي لأنا طلعت كرة هي سحبت كرة وتلعت لونها أصفر طيب ممكن تطلع كرة لونها أزرق لا ليه لأن ما فيش في السندوق كرة باللون الأزرق وهكذا طيب تعالي ناخد مثال أخير إجراء مباراة كرة قدم بين فريقك وفريق مدرسة أخرى جبنا فريق الكرة اللي في مدرستك وفريق كرة في مدرسة تانية وهيبتدوا يلعبوا مباراة مع بعض هي دي التجربة بتاعتنا طيب تقدر تقول لي إيه النتيجة اللي ممكن تحصل لا إحنا ممكن نقول كل النواتج اللي ممكن تحصل إنما النتيجة اللي هتحصل بالذات أو بالفعل ما نقدرش نحددها دلوقتي إلا بعد ما المباراة دي تتم ونبتدي نقول آه ده المباراة خلصت وفاز الفريق الفلاني أو اتعادل الفريقين أو خسر الفريق الفلاني يبقى أنت ما تقدرش تحدد النتيجة بتاعتك إلا بعد إجراء التجربة يعني هنا بعد إقامة المباراة إنما ممكن نحدد النواتج كلها بتاعة التجربة العشوائية اللي هي فوز أو هزيمة أو تعادل طيب تعال بقى ناخد معلومة تانية اسمها فضاء العينة إيه نقصد بيه المعلومة دي أو الكلمة دي أو التعبير ده فضاء العينة قالك فضاء العينة هو مجموعة جميع النواتج الممكنة للتجربة العشوائية الموضوع المتسلسل خد بالك إحنا الأول حكينا عن حاجة اسمها تجربة عشوائية وابتدينا ندي أمثلة وقلنا إيه هي النواتج الممكنة لكل تجربة من الأمثلة اللي إحنا شرحناها خد بالك بقى خدت الأمثلة خد النواتج دي وهنحطها في مجموعة ونسميها مجموعة فضاء العينة بس كده الموضوع بسيط يبقى فضاء العينة نقصد بيه مجموعة جميع النواتج الممكنة للتجربة العشوائية يخد بالك قبل إجراءها قبل ما نجري التجربة فعلا طيب فمثلا فضاء العينة لإلقاء عملة معدنية مرة واحدة هنبتدي ناخد عملة معدنية ونرميها مرة واحدة فهيظهر ايه قولنا يا صورة يا كتابة يبقى هنقول مجموعة أقواص المجموعة ونكتب جوه صاد وكاف صاد اختصار لكلمة صورة وكاف اختصار لكلمة كتابة والصورة واضحة عندك هي قادي الناحية اللي فيها الصورة وقادي الناحية اللي فيها الكتابة طيب فضاء العينة لإلقاء حجر نيرد مرة واحدة قادي حجر النيرد ظهر عندك في الصورة هو اللي ما كانش بسه متخيل هو ايه حجر النيرد او ظهر في الصورة اكيد كلنا لعبنا به إيه هي فضاء العينة في التجربة دي عند إلقاء حجر نيرد مرة واحدة طبعا الأرقام كلها بس عنحطها ما بين أقواس مجموعة واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة طيب تعال نشوف بقى مثال إذا كانت التجربة العشوائية هي إلقاء خد بالك قطعتين نقود مختلفتين مرة واحدة اوجد فضاء العينة طيب خد بالك كده من التجربة أنا معي إيه؟ معي قطعتين نقود مش واحدة وهمسك القطعتين كده وهبتدى رميهم مع بعض عايز أعرف فضاء العينة هنا إيه؟ يعني عايز أعرف إيه جميع النواتج الممكنة عندي في الحالة دي أو في التجربة العشوائية دي طيب تعالوا نبص كده ممكن نرسم رسمة بسيطة تسهل الموضوع دوت طبعا هو ممكن الناس تجيبها بعيد عن الرسم ملوش دعب الرسم يعني ده ممتاز ويخلينا بدمها تستغنى عن الرسمة ويجيب الإجابة صح مفيش أي مشكلة عندنا إنما تعالوا نتعرف علشان لو التجربة كانت أكتر من قطع التقود أكتر من اتنين لو تلاتة أربعة خمسة إيه الدنيا خد بالك ده قلتلك موضوع مكمل معاك في السنين اللي جاي إحنا هنعمل حاجة اسمها الشجرة إحنا عندنا عملة العملة الأولانية وهنطلع منها فرعين كده عشان كده سميناها الشجرة صورة وكتابة دي كده الرمية الأولى أو العملة الأولى طيب هنجي من عند كل كلمة أو من عند الصورة ونعمل تفريعة تانية فرعين جداد ونكتب صورة كتابة طيب وعندي الكاف نعمل برضو فرعين جداد ونعمل صورة وكتابة زي الشكل اللي عندك كده بالضبط تعال بقى نطلع النتيجة بتاعتنا هنبتدي نمشي بالترتيب هناخد الصاد الأولانية مع الصاد بتاعت التانية يبقى صاد وصاد طيب وبعدين ناخد الصاد من الأولى مع كاف من التانية يبقى صاد وكاف طيب كذلك بقى ننزل تحت هناخد كاف من الأولى وصاد من التانية يبقى كاف وصاد طيب ناخد كاف من الأولى وكاف من التانية هتبقى كاف وكاف طيب ده معنى ايه الاول تعالى كده نكتب فضاء العينة ازاي هنفتح أقواس المجموعة ونعمل في شكل أزواج مرتبة بقى صاد فصلة صاد يعني صورة وصورة صاد وكاف يبقى صورة وكتابة كذلك كاف وصاد كذلك كاف وكاف تعالى نفهم يعني ايه صاد وصاد ويعني ايه صاد وكاف 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 وصاد وكاف وكاف والحاجات دي بنقول بقى هندي مثال بنقول صاد وصاد الزوج المرتب صاد وصاد تعني ان نتيجة القاء القطعتين واحنا معانا قطعتين نقود نتيجة القاء القطعتين هو القطعة الاولى لما رميتها طلعت صورة والقطعة التانية لما رميتها طلعت صورة برضو فكده يبقى النتيجة اللي ظهرت عند اجراء التجربة صورة وصورة طيب يعني ايه صاد وكاف نفس المعنى بنفس الطريقة تعني ان نتيجة القاء القطعتين هو لما جينا نرمي القطعتين حصل ايه القطعة الأولى ظهرت صورة طيب والقطعة التانية ظهرت كتابة يبقى الزوج المرتب صد وكاف يعني القطعة الأولى طلعت لي ايه والقطعة التانية طلعت لي ايه الاربع نواتج هم دول اللي ممكن يحصلوا عند إجراء التجربة دي هم اربع نواتج صد وصد يعني صورة وصورة او صد وكاف او كاف وصد او كاف وكاف طيب تعالى كده نقول بعض الملاحظات المهمة واخد بالك منها كويس أو يخزنها لو ما استعملتاش حتى السنة دي القاء قطعتين نقود معنا اتنين قطعة نقود هنلقيهم مرة واحدة بتكافئ يعني بتساوي يعني نفس المعنى عند القاء قطعة نقود مرتين متتاليتين يعني ايه يعني احنا معنا اتنين قطعة نقود ورميناهم ادي تجربة هي هي نفس الفضاء العينة لو معاك قطعة نقود واحدة بس هترميها مرتين يعني ايها ترميها مرتين يعني قطعة النقود رميناها مرة وسجلنا طلعت صورة رحنا مسكنها تاني ولميناها مرة تانية طلعت كمان صورة يبقى صاد وصاد يبقى لما نرمي قطعة نقود مرتين هو هو نفس المعنى لو رمينا قطعتي نقود مرة واحدة طيب نفس الكلام القاء حجري نيرد ساعد بنلعب اللعبة بتاعتنا بزهرتين حجر نيرد وحجر نيرد بنرمي الاتنين مع بعض رميه واحدة او نرمي حجر النيرد مرتين متتاليتين هو هو نفس المعنى وهي هي نفس النتائج الممكنة بتاعتنا كفضاء عينة يبقى اخد بالك من المعلومة دي لو رمينا قطعة النقود مرة واحدة غير لما نرميها مرتين لو رميناها مرتين يبقى النتيجة بتاعتي بتبقى في شكل ازواج مرتبة انما لو رميناها مرة واحدة بيظهر صورة او كتابة بس هم اتنين انما لما نرميها مرتين بيطلع اربع نواتج يبقى فضاء العينة في الحالة دي اربعة في شكل ازواج مرتبة هي هي نفس المعنى لو رمينا قطعتي نقود مرة واحدة برضو بينطلع أربع نواتج في الحالة دي طيب تعالوا نشوف مع بعض بعض الأمثلة اللي ممكن تخدعنا في الحل بتاعها تعالوا نشوف دلوقتي مع بعض مثال وهيمتيجي نلعب بالألفاظ ونشوف إيه الاختلافات في الطلبات اللي هو هيطلبها مننا المسألة بتاعتنا احنا بنتكلم عن التجربة العشوائية فبنقول عنده إلقاء قطعة نقود مرتين متتاليتين طيب دي التجربة بتاعتي قبل ما أقولك الطلبات ايه هي تعالوا أفكرك احنا قلنا عنده إلقاء قطعة نقود مرتين متتاليتين ممكن نستخدم الشجرة اللي احنا قلنا عليها فالرامية الأولانية هنقول إنها صورة وكتابة طيب الرامية التانية هنيجي هنا من عند الصورة ونعمل هنا صاد وكاف تاني هدي صورة وكتابة وهنا عند الكاف برضو هنعمل ساهمين جداد صورة وكتابة طيب في الحالة دي أنا أقدر أقولك إن فضاء العينة اللي هو اهو فضاء العينة اللي هو كل النواتج الممكنة قلنا في الحالة دي بنكتبها في شكل مجموعة وجوها أزواج مرتبة أخد بالك احنا هناخد الصاد دي مرة مع الصادية يبقى صاد وصاد يعني صورة وصورة طيب هناخد الصاد دي مع الكاف دي يبقى صورة وكتابة وهكذا هنبتدي ننقل بقى الناحية التانية هناخد الكاف دي مع الصاد دي يبقى كاف وصاد طيب وبعدين ناخد الكاف دي مع الكاف دي تبقى كاف وكاف دي كده كل النواتج الممكنة طيب تعالوا نبص بقى الطلبات بتاعتنا هيقول لي إيه قال لي أنا عايزك تجيب لي مثلا المطلوب الأول زهور صورة وحدة على الأكثر طيب علشان نفهم هنحط سؤال عكسه زهور صورة وحدة على الأقل خد بالك احنا هنا لعبنا بالتعبيرات هنا بنقول على الأكثر وهنا بنقول على الأقل ركز معايا بقى كده لما قولك زهور صورة وحدة واسكت زهور صورة وحدة يعني فين الحلول اللي فيها صورة وحدة هو دا وده طيب إنما لما نقول على الأكثر ما بقيتش الإجابة دا وده على الأكثر يعني بالكتير يظهر صورة طيب يعني ممكن يظهر صورة وممكن ما يظهرش يبقى إذن أنا هاخد الإجابة دي ودي ودي يبقى هنا هو أنا هقوله صورة وكتابة وكتابة وصورة وكتابة وكتابة يبقى دي ظهور صورة واحدة على الأقل بالكتير تظهر صورة واحدة يبقى أنا هاخد الحاجات أو الأزواج المرتبة اللي فيها صورة واللي ما ظهرش فيها صور خالص طيب العكس بقى ظهور صورة واحدة على الأقل يعني إيه ظهور صورة واحدة على الأقل يعني بالقليل صورة واحدة يبقى أنا هاخد اللي يظهر فيه صورة واللي يظهر فيه أكتر يبقى أنا هاخد ده وهاخد ده ظهر فيهم صورة وده كمان يبقى هنا الإجابة بتاعتي هتبقى صاد وصاد وصاد وكاف وكاف وصاد ده الاختلاف لما قلنا على الأكثر وقلنا على الأقل طب لو جيت قلت لك زهور صورة واحدة فقط ولو جيت قلت لك عدم زهور صورة إيه الاختلافات في دول؟ آه دي بقى أسئلة مباشرة لما نقول لك زهور صورة واحدة بس أو حتى قلنا زهور صورة واحدة وسكتنا ما قلناش كلمة فقط يبقى هتختار الأزواج المرتبة اللي فيها صورة بس يبقى صورة وكتابة وكتابة وصورة طيب عدم زهور صورة يبقى أنا عايزك تختار للزوج المرتب اللي مفهوظ صورة هو مين؟ طبعا هو زوج مرتب واحد اللي هو كاف وكاف يبقى احنا لعبنا هنا بالألفاز بتاعتنا لازم تقرأ في المسائل بتاعتك بتاعت الوحدة دي تقرأ المسألة أكتر من مرة علشان تعرف انت عايز ايه بالزبط لان احنا غيرنا كلها زهور صورة بس في حاجة جنب الصورة فالاجابة بتاعتنا تغيرت مرة خدنا ثلاث حلول او ثلاث أزواج مرتبة مرة خدنا زوج مرة خدنا اتنين وهكذا ممكن انت تتمرن على الموضوع ده بقى بس بدل زهور صورة خليها زهور كتابة عشان تتأكد ان انت وصلتك المعلومة دي تعالوا مع بعض نكمل الحلقة بتاعتنا ونشوف مزيد من الامثلة تعالوا نستكمل مع بعض مزيد من الامثلة والافكار اللي تخص موضوع التجربة العشوائية المثال بتاعنا بيقول اذا كانت التجربة العشوائية هي الحصول على عدد مكون من رقمين هما اتنين وثلاثة يبقى انت الوقت معاك اتنين وثلاثة عايزين نستعمل الرقمين دول اتنين وثلاثة عشان نكون بهم اعداد عدد مكون من رقمين طيب تعالوا نستفيد بموضوع الشجرة اللي احنا عملناها في موضوع بقى صورة وكتابة وقطعة النقود في الحل بتاعنا يسهل لنا الدنيا شوي احنا معنا اتنين وثلاثة فقولنا كده معنا رقمين اتنين وثلاثة طيب عند الاتنين هنعمل تفريعة جديدة ونكتب فيها برضو اتنين وثلاثة وعند التلاتة نعمل تفريعة جديدة ونكتب فيها اتنين وثلاثة زي الصورة والكتابة تماما طيب يبقى النتاج بتاعتنا ايه بقى بدل ما كنا بنكتبهم في شكل زوج مرتب لا احنا هنحط الرقم ده جنب ده فيكون العدد يعني هناخد الاتنين مع الاتنين يبقى العدد اتنين وعشرين طب هناخد الاتنين مع التلاتة يبقى العدد اتنين وثلاثين طب كذلك التلاتة مع الاتنين يبقى تلاتة وعشرين تلاتة مع تلاتة بقى التلاتة وثلاثين يبقى دي كل النواتج اللي انت ممكن تحصل عليها لما تحط الرقمين دول وتكون منهم عدد طيب يبقى فضاء العينة في الحالة دي هي ايه؟ اولا هم اربع حلود او اربع اعداد نقدر نكونهم احنا ما نعرفش انا عدد اللي هيتكون بس انا بقول لك كل الاحتمالات الممكنة كل الاجابات او النتائج اللي ممكن تحصل طيب يبقى فضاء العينة هو 22 32 23 33 تذكر ان احنا ما بنكتبهمش في شكل زوج مرتب لا احنا بنحطهم جنب بعض احد وعشرات عشان نكون بيهم عدد طيب تعالوا نشوف كمان مثال اذا كانت التجربة العشوائية هي سحب كرة من صندوق به اربع كرات متمثلة وقلتلكوا قبل كده يعني ايه متمثلة ما فيش واحدة متميزة عن التانية لون الكرات ايه حمراء صفراء خضراء زرقاء كل كرة لها لون محدد اكتب فضاء العينة لهذه التجربة لمعرفة لون الكرة المسحوبة انت هتبتدي تسحب كرة طبعا من غير ما تكون انت بتبص في الصندوق وعايز تسحب الكرة الحمراء والكرة الزرقاء لا انت مغمي عينيك او ما بتبصش جوه الصندوق وبتمدي ايدك وتسحب كرة من الاربعة طب في الحالة دي ممكن تقول لي ان نواتج اللي ممكن تحصل عليها طبعا هو ده اسم فضاء العينة يبقى فضاء العينة في الحالة دي او في التجربة دي هي مجموعة ونكتب فيها الاربع الوان اللي موجودين في الصندوق يبقى حمراء صفراء خضراء زرقاء الاربع الوان اللي موجودين فين جوه الصندوق بتاعنا طيب كمان مثال في تجربة القاء حجر نيرد عرفنا يعني ايه حجر نيرد عشان هنسمع التعبير ده كتير بعد كده مرة واحدة هنلقي حجر نيرد مرة واحدة اكتب الاحداث الاتية هو بقى مش عايز فضاء العينة كله لا ده عايز الاحداث دي فقط طيب مجموع النقاط بالوجهين العلويين يساوي خمسة مجموع النقاط بالوجهين العلويين اقل من اربعة طيب تعال نجيب الاول فضاء العينة فضاء العينة هتبقى ايه هيبقى عندنا حجر نيرد ده في ارقام من واحد لغاية ستة طيب احنا هنشوف رقمين يطلع مجموعهم خمسة ده في المطلوب الاول والمطلوب التاني رقمين يطلع مجموعهم اقل من اربعة يعني ممكن يطلع مجموعهم تلاتة اتنين واحد لو امكن طبعا لو منفعش بقى مفيش طيب المطلوب الاولاني يبقى واحد واربعة يعني لما نميت حجر النيرد ده المرة الاولانية طلع واحد والمرة التانية طلع اربعة فلما نجمع واحد واربعة يدوننا خمسة طيب ممكن نعكس الاجابة يبقى واحد واربعة وعكسها اربعة وواحد يعني في الرمية الاولى طلعنا اربعة والرمية التانية طلعنا واحد طيب كذلك اللي اتنين مع التلاتة في الرمية الاولى جبنا اتنين والرمية التانية جبنا تلاتة نعكسها يبقى الرمية الأولى تلاتة والرمية التانية اتنين وهكذا يبقى خد بالك لما بيكون حجر واحد بنرميه مرتين زي حجرين بنرميههم مرة واحدة النتائج اللي تدينا الإجابة خمسة هتلاقي دايما فيه ان احنا بنعكس الإجابة بتاعتنا واحد واربعة يبقى من غير ما تفكر اربعة واحد اتنين وثلاثة برضو من غير ما تفكر يبقى فيه إجابة تانية اسمها تلاتة واثنين طيب تعالوا نشوف بقى المطلوب التاني اللي هو المجموع أقل من اربعة يعني عايزا مجمعهم الإجابتين يدوني تلاتة او يدوني اتنين او يدوني واحد طبعا يدوني واحد دي إجابة مستبعدة ليه لأن الواحد ده عبارة عن ايه واحد زائد صفر مفيش في حجر النيرد صفر يبقى الواحد ده اصلا مستحيل مجموع الرقمين يدوني واحد يبقى احنا هنلعب على يا إما مجموعهم اتنين يا إما مجموعهم تلاتة فالإجابات بتاعة الحدث ده او بتاعة التجربة دي ممكن تكون واحد واحد يعني الرمية الاولى واحد والتانية واحد او واحد واثنين ونعكس واحد واثنين تبقى اتنين وواحد طبعا الواحد واحد ما ينفعش نعكسها يبقى عندنا تلات نواتج ممكنة في الحالة التانية مجموع العددين اقل من اربعة بكده نكون انتهينا من معرفة يعني ايه تجربة عشوائية وايه الاحداث اللي ممكن تحصل من التجربة العشوائية وإيه فضاء العينة كل ده معلومات هتفدنا عشان نكمل الموضوع بتاعنا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء وأشكركم أعزائي الطلاب صف السادس الابتدائي